بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مرحبا أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حديث الروح ونحن فيها نرحب بالضيف الكريم بالشهر العظيم بالشهر المعظم من اسمه وهو معظم شهر رجب شهر رجب من الترجيب والترجيب هو التعظيم وهو ضيف كريم نرحب به ونسعد به فأهلا وسهلا يا شهر رجب يا شهر التعظيم يا شهر الله الحرام فهو أحد الأشهر الحرم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها خصائص والتي أدركها العرب فحرموا فيها القتال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فشهر رجب من هذه الأشهر الحرم وهو رجب الفرد لأن من الأشهر الحرم ثلاثة أشهر متوالية كأنها بعضها ملتحم مع بعض وشهر وحده هو شهر رجب وهو الأشهر الثلاثة الباقية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ويبقى شهر رجب ولذلك هو ملقب برجب الفرد الذي كانت تعظمه مضر وهو ملقب أيضا برجب مضر شهر رجب أهلا وسهلا شهر رجب مقدمة البشائر والمقدمة إلى الشهر العظيم المقدمة الأولى إلى الشهر العظيم الذي ننتظره جميعا ونشتاق إليه جميعا إلى الشهر الكريم شهر رمضان فبعد رجب شعبان ثم يأتي رمضان إن شاء الله بالخير واليمن والمغفرة يمن الله سبحانه وتعالى بها علينا أجمعين شهر رجب أهلا وسهلا ومرحبا شهر رجب تزداد فيه الطاعات وتستقبل فيه النفحات ويفرح فيه المؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى ونحتفل فيه بليلة هي أعظم الليالي تكريما للإنسان جعلها الله سبحانه وتعالى الليلة كرم فيها الإنسان الكامل وكرم فيها الأسوى الحسنة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسرى به في هذا الشهر الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به حيث سدرة المنتهى وحيث السماوات العلاء تكريما وإجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم فحصل الشرف لأهل الأرض جميعا بل للمخلوقات جميعا بتكريم سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم ونحتفل به في هذا الشهر الكريم تكريما وإجلالا لنا جميعا من وراء سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير شهر عظيم فيه نفحات وفيه بركات من الحق سبحانه وتعالى لمن يتعرض لها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظمه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرمه والعبادة فيه مشروعة والطاعة فيه مشروعة وما أجمل ثواب الصيام في هذا الشهر وما أجمل ثواب فعل الخير في هذا الشهر وما أجمل ثواب وما أكثر ثواب من يعمر الدنيا في هذا الشهر كرامة لحرمته ولأن الله سبحانه وتعالى جعل له خصيصة خاصة لكنه شهر ثابت فيه العمل والعمل الصالح له ثواب في كل وقت فما بالنا عندما يكون فيه وقت فاضل وشهر حرام مثل شهر رجب فصوموا نهاره وقوموا ليلة وقدموا فيه الخير كما نقدم الخير في كل وقت وكما علمنا الله سبحانه وتعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون شكرا لحضراتكم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله وصحبه أشمعين